أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الشرق الأوسط داعين الجميع أن يتحلوا بالوداعة مبينا أن الإنسان الوديع هو الإنسان الهادئ والطيب الذي يحسن معاملة الناس ولا يخاصم أحدا وهذه الصفات تجعله محبوبا من جميع الناس لأن يعيش معهم في سلام وهدوء وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناططون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس في إطار تعاليمي حول التطويبات التي يرويها إنجيل الكديس متة توقف قداست البابا اليوم عند التطويبة الثالثة طوب للودعاء فإنهم يريثون الأرض موضحا أن الودعاء هو الإنسان اللطيف والطيب والبعيد عن العنف وقال إن الوداعة أو نقيضها تظهر في لحظات الصراع من خلال كيفية التعامل مع موقف معاد الودع هو شخص ورث ميراثا ولا يريد أن يبدده هو تلميذ المسيح الذي تعلم كيف يدافع عن أرض وممتلكات من نوع آخر وعن سلامه وعن علاقته بالله وعطياء محافظا على الرحمة والإخاء والثقة والرجاء ودعانا كداسته أن نبتعد عن خطيئة الغضب لأنها تجعلنا ندمر كل شيء حتى العلاقات مع الآخرين بدلا من ذلك دعانا كداسته أن نتحل بالوداعة لأنها قادرة على كسب القلوب وإنقاذ الصدقات واختتم كداست الباب تعليمه قائلا لا توجد أرض أكثر جمالا من قلب الآخر ولا توجد أرض أكثر جمالا يمكن كسبها من استعادة السلامي مع أخين لنا هذه الأرض التي علينا أن نريثها والآن تحييتو الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين لللغة العربية لو شكرا لكي جمالا من قبل الآخرين للمساعدة لعبناء الله che è pacifico, che tratta bene la gente e non litiga con nessuno. Tali tratti lo rendono amabile da tutte le persone, perché vive con loro in pace e tranquillità. Quindi, oltre al Regno di Dio, eredita anche la terra. Signore vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.